اشتركوا في القناة مارون عرفنا عن حالك اكتر وكيف بلشت معك خبرية التصوير هي هواية وصارت مهنة او مهنتك هي مكانت موجودة اول شي انا كانت عنديها هواية من انا وصغير ونسيتها فترة رجعت لما بلشت جيمة انا تخصصت ميكانيك الافياشن رجعت صرت يعني لما بعدت عنا فترة جعت صرت حب ارجع له وصارت بالصدفي لما رجعت له انه استعرت كاميرا من رفيقي وانكسرت معي عطيته جبت واحدة بدلة وعطيته اياها وصرت الكاميرا المكسورة انا استعملها وصرت صور فيها هيك قصص صور جعت استنبشت مواهب الماضية وقررت انه ارجع طور هايدي الهواية عملها سكلز وابلشت القصة هون طب مارون هلأ انت اكيد عبتصور اعراس وبزمن الكوفيد 19 صح تغير كل الاساليب تبع العرس وتغير قصص كتير فيك تخبرنا شو تأثر بالتصوير بزمن الكورونا وشو تأثر عليكم انتو كاكيب فيك تخبرناك نحنا كالبنانية معوضين والتراديشن تبعنا يعني العرس اقل عرس بيكون 300 شخص 400 500 حتى بتعرفي بيوصل للألف و 1200 و 2000 شخص سو اول شي اللي تأثر بالاعراس هو عدد المعازيم يعني متل هلأ صرنا اكبر عرس من صوره بيكون 150 شخص 200 شخص هيدا انه بيكونوا مخاطرين يعني هو بيكون انكيبوضين يعملوه ألف سو هو عدد الاشخاص الجاست هو اكتر شي تأثر بالأخص بالكنيسة بيكون في عدد بعض أقل يعني حتى مش كلهم يبيطلبوا انه مش كلهم يجوا على الكنيسة وهاك سو والكمامات هي صارت البطلة بالعرس طيب انتو كاكيب اكيد حفيتوا عددكم يعني اذا كنتو تروحوا ستة عم تروحوا ثلاثة مزبوط كيف عم بتلحقوا معها؟ هي الشغل كله صار يعني كسنا نشتغل الشي عالقد يعني حتى نقطع هالمرحلة يعني كنا مثلا نطلع لنقول 12-15 واحد على العرس صرنا عم نطلع بكمية أقل أكيد كل عرس بيتطلب ناس معينين هيدا أكيد سيفتي يعني سيفتي للعالم وسيفتي لأقلنا وأكيد معايير السيفتي يعني موجودة بالشغل هي أنه نحنا بالكمامة موجودة عطول معنا عطول من حق إيدينا بتعرفين احنا عم نشتغل مع العالم يعني كل ويك أند بكون عنا عرسين ثلاثة بالجمعة وقت بكون صار عنا هلأ كمانا كتير أعراس بنص الجمعة من ورا اللوكداون صار عم بطل في ويك أند للعرس صاروا كل الأسبوع مفتوحة للعرس مية بالمية يعني صفة ناس بدؤولنا قبل بيومين ثلاثة بقولونا هبا نعمل عرسنا بعد بكرة أو بعد ثلاثة أيام بطل في تحذير على مدى البعيد صارت الشغل عم بيكون أنه على الأد يعني بطل في هيدا لتفزلك اللي كنا نعمله قبل أكيد لأنه المهم نحنا بشغلنا هي طريقة التصوير تكون موجودة لحتى نكون عم نصور هيدا لنهار هو أهم شي بس أنه تبعط الصور بعدين أو أنه خبار صغيرة ما إلا عازي بيوم العرس شو نكون عم نصور هيدا خففناها أو أنه نرجع يعني بطلت موجودة بالكونترا اللي مكون عم نعمله هلأ بزمن الكورونا صار في قصص جديدة بحطوهم بالإيفنت مثل الهنجل مثل الكمامة صار إلى دور بالتصوير خبرنا صارتوا ممكن تصوروا في ترشوط لقصصتين العرس فيه وك يعني احنا بالعرس منركز على كل شي على كل شي يعني أوقات العروس بتقلنا إنه هاي شو ما تكون فيها ما تصوروا إلا منصورها وبعدين أنت يا بتشيلها من الفيديو أو ما بتظهريها أو من محي على الصور نحن نحن نركز على كل شي بالعرس في عندك فستان العروس منركز على البيوتي طبعا العرس أهم شي المومنتس بين العرسين بين الكابلز بين العروس وإمة بين الأهل والعروس بين رفقاتها منركز على كل المومنتس هايكي اللي بتكون مننقل فرحة العرس وحتى الدمعة بتكون موجودة بالعرس أوقات كمانا مننقلها وهيكي هلأ اللي زيت بالعرس اللي كورونا زادنا إياهم يعني بالعرس ستان فوتوشوت جديد هلأ ايه صار عندنا أنواع صور جديدة يعني ممكن لو كانت موجودة قبل ممكن ما كنا صورناها أو كنا نتفايدا أن نصورها حضحات تكمامي مثلا كنتوا تتصوروا ايه صارنا منركض لنصور هو القصص أكيد بنترك لهم سوفينير حلوية للعرسان أنه هني يتجوزوا بهذا الزمن يعني إن شاء الله أنه كورونا بيروح بعد فترة مراح يضال صاروا بنترك لهم هالسوفينير أنه هني يتجوزوا تخطوا المراحل الصعبة وكملوا فرحتهم مئة بالمئة طب حتى نحن ننتهل شوي من الأعراس على العمادة لما الولد بالكنيسة عم بيتعمد بيكون يمكن عم بيبكي أيام كيف بتجري بتلقو تصورة للولد مع أمه ومع بيه الولد ما فيكي تتحكمي فيه أبداً صو نحن بيكون بتعب أكتر الولد بالتصوير ونحن بنعمل جهد أكتر لما كون عم نصور ولد يعني أنا لما كون مثلا بالعمادة لما يكونوا بدون يعمدو أكيد بيبدو يبلش يبكي ونحن بطريقة شغلنا بنعتمد على القصص الناتشرل على القصص العفوية ما نخلي العالم تكون فيك بالصورة صو بدو يبكي الولد شو هيدا شيء أكيد انه نكون عم نصوره عم بيبكي يعني حلو بعدين لما يكبر بيطلع ع حاله بيتضحك بس هاي دي مومنت ناتيرال هاي بتصير حقيقة والصورة في مثل بيقول فوتوز ار مومنت that last forever they are windows into our paste يعني انت بتشوفي الصورة بتتذكري كتير قصص يعني كل حدا مننا هلا إذا عنده آلبوم بيفتحه بيرجع بهالشباك بيطلع منه على الماضي صو الولد عطول بيكون ع طبيعته وهدا الشي الحلو فيه وأنا لما كون مثلا عم بصورون مع بيبكي بيبكي بيصيروا هن يبرموا يقولوا لو تطلع بالكاميرا أو شي هو أكيد ما بيفهم بس بصيروا يتحيلوا عليه لخيلوه يتطلع مالت الكاميرا هو بيكون عم بيبرم يعمل يطلقت بشي بدو كذا أنا بصوروا يعني بقلوا انه البيبي ما فينا نتحكم فيه مثلي كبير لو تركوا عراحتو بصورة تركوا عطبيعتو ايه؟ مارون من عشرين سنة او يمكن من خمسة سنين او يمكن لمبارحة حتى كل يوم فيه تطور وكل يوم سيه تكنولوجيا جديدة عبتنزل وعالكاميرا فيه قصص جديدة عم تنتقل كل سنة منكتشفة جديد شو سهلت عليكم بكام صورين شو القصص الجديدة اللي خلقت من زمان ما كانت موجودة ننتقل من قبل من زمان كتير للأسود والأبيض وصلنا من الملون وهلأ صرنا على الايفون صرحين ننصور او على سمارتفون اي تليفون شو تغير معكم؟ كانوا يضل الواحد خمس دقاي عشر دقاي واقف جيميت كرمال يتصور صورة اكيد التكنولوجيا طورت كتير وحتى طورت بشغلنا يعني نحنا كل سنتين ثلاثة بصير فيه كاميرات جديدة منكون عم بساعدونا بالتصوير مثلا هون كاميرا عم بتخليك يتخدي صورة بعكس الشمس اوكي هيتطور هيدا اكيد تطور بلاس انه سرعة الكاميرا بالالتئاط الصورة مثلا بتصور عنا كاميرات نحنا من اجدد الكاميرات يعني بالعالم تكنيك؟ بيصورولك خمسة عشر صورة بالثانية هولي بنستعملون للودينج بيصورولك خمسة عشر صورة بالثانية حتى بيصوروا على ضو كتير واطئ بيجيبولك صورة واكيدي نحنا العين طبعا مثل هاي الصورة تفاصيل تتركوه لتفاصيل ايه مصورينا بطريقة ارتستيك مثل ما قلتلك نحنا بالعرس منركز عكل شي واو لك هاي الصورة شو حلوة هاي دي تكنيك بالكاميرا حبيت انه هايك اجمع بين شخصين عطريقتي بعيني الارتستيك فن يعني اكتر صورة ايه مش فوتوشوب ابدا ايه تكنيك بالكاميرا ايه تكنيك بالكاميرا قوية الكاميرا صح هاي دي تكنيك بالكاميرا او نيجبولك البيت ماء للعروس كنا عم نصورها اوكي او برامة الكاميرا يعني انا بقلو انه كمانا واحد يحكي واقع انه الطباخ مش بالتنجرة اللي عم بيستعملها صح ازا كانت اهمها تنجرة بديكون هو كمانا عنده هيدا الخلق هيدا الشي اللي منهتم فيه كتير بي مارون شديد فوتوغرافي إنه مكون منطلع الشخص الكرياتيف اللي عنده عين حلوة اللي بيقش عبطريقة حلوة أخلاقه حلوة هيا مسألة هايدي مانا فوتوشوب هايدي انتوا عنجا تصورتوها هايدي بس فوتوشوب التلج اللي موجود فوقع بس هاي هي الصورة هيك آه واو أوكي دونك هي العروس لما بيجوا لعنتهم بقولوكم شو بدون يشوفو ما بيقولونا هني بيكونوا شايفين جوناك إحنا بالتصوير كيف اللي هو منقول عنه إنه طريقة العفوية عرفتي والودينج فوتوغرافر كتير شاطر بالإمبروفايزيشن يعني كتير شاطر إنه يبلش يصور يلقت الكاميرا يبلش يصور هون كنا قوتيل بالتركية آه إنه كيف تخطر لك تصور هيك نحنا نحنا رايحين على العرس حتى نخبر قصة قصة هالكابلز اللي عم بيتجاوزوا بهدا نهار بدنا نفرج الحب تبعهم هدا أهم شي كتير منركز عليه بدنا نفرج البيوتي السيارة الحمرة اللي هو العرسون لأنه العروس والعريس بيكونوا بالأخص العروس بيكونوا هني فيتين بكل تفاصيل العرس تحبوا تحطونهم يعني يعني مت هلأ عم نشوف الكارت مثلا مع الشوز مثلا هنا كان في كنسبت إنه التنبر موجودة على الكارت حطيت له أهميته يعني كل شي العروس حضرته كل شي بتتترك ليا صورة يعني ما بتقفي سوفينير هوني مومنط ولد عم بتفرشوا على السمك هدا شطوه سرسو اللي تكسر كله هلأ عنجاد وعنجاد هاد أفعل شي تاريخ إذا بدك للبنان ونتزعه إن شاء الله بيرجع هوني عم نشوف الديكوريشن أكيد اللي بيكونوا الكابلز تير مهتمين له بعرسهم أوكي طيب نحن هلأ عم نشوف هدول استوباء ليك شو حلو هون هيدا مثلا عرس صار بقلب بيت أوكي يعني ما قدروا يعملوا عرسهم هيدا بقلب بيت هاي الصورة ما قدروا يعملوا عرسهم متل ما كانوا مقررين إجا الكوفيد وخربط لهم كل شي أعملوا العشاء بقلب بيتهم واختصروا ببس أهله وأهل هلأ هيك عم بيصير كلياتنا مارون بأربع أب هي صورة بلا كاميرا بذاكرتنا كلياتنا والصورة بش عايزة بدنا نقول أنت كم صور وعندك كاميرا وعندك حس التصوير والفن شو تصرفت بهيدا لنهار وشو كيف أخدت كاميرتك ونزلت شو صار أكشيلي بهيدا النهار نحنا كنا عم نصور عرس وكنا بتشوف حتى منطقة يعني بتطلع عيد؟ أي يعني بدأ شي ساعة ساعة ونص من هون يعني من بعد بيت الدين كانت صار تبشي تلت ساعة المنطقة أكشي وسمعنا صوت الانفجار لفوق يعني كأنه طلع حدنا الانفجار يعني دقتلي مرتة دغري أنا عرفت أنه ليش عم بتدقل طلن أصفوا حدنا وكنا بالعرس وكانت الفرحة موجودة فجأة بتلاقي صار في هيك شوي تلبى كل عالم صار في هيك الجو شوي متل بلبلة إنه عأساس كنا مبسوطين وهايك وكان إلنا تشانس نحنا أزي فوتوغرافر إنه نلقط هايدي اللحظة يعني إحنا بالفوتوغرافي حتى لو صار يعني بار اين كونسيونس نحنا إذا حدا تفركش ووقع من صوره منقله إنه بعدين برجع بيتضحكوا ع حال وش صار معهم أو إذا صار معها شي العروس طارت الطرحة تبعها أو هي ونازلت فركشيت أو هيك سو أكيد وثقنا هيدا هاي اللحظة اللي صارت بالعرس وعطيتهم يا للعرسين أكيد أكيد أخدوها وبقولوا لي إنه كل شي بيقطع يعني بكرة أكيد منتذكر إنه بيوم عرسنا صار شي طلع انفجار نزلت على الطريق نزلت عبيروت نزلت عبار بيروت نزلت أكيد أكيد نزلت وصورت وصورت وخبرنا كيف كان هالمرة تصويرك منه فرح منه أبدا منه أبدا هذا زعل بكل بيت واضح صح صح شو صورت أكتر شي صورت وجاه العالم صورت كيف هلأ لحنا أنا فكرة من بعدك نحكي على العطاء وهيك صورت الانجي اوز اللي عم بيعتو صح صح في يقلك باختصار صورت الشعب اللبناني ع حقيقته شو هو يعني إذا بتشوفي مثلا بأوروبا بأميركا إذا صار في مشكلة الشعب بيكون الدستانس من بعضه يعني ما كتير بتلاقي في هيدا التعاون اللحفة ع بعض اللحفة ع بعض مثل ما صار بلبنان مثل ما إنه يجي واحد من الشمال ليساعد حدا قاعد بالأشرفية أوكي صو هيدا المومس نحنا بطبيعتنا كلبنانية منحب نساعد بعضنا وأنا حبيت ركز على هيدا الموضوع وأكيد صور الضمار بطريقة أرتستيك اللي هو إنه يمكن منا شغلة حلوة إن واحد عم بصور ضمار بس كل واحد عنده شغلته بهالدنيس وأنا شغلتي صور مرون أنت معروف كم صور أكيد بتكون بشي سهر أنت ومدامتك وبيكون في ناس تطورنا إذا بدك صار بقول لهم أنا ما عم بشتغل يوم أف بقول لهم في صوركم مثلا بتليفوني أو شي حتى بسفر أنا ومرتي ما بيخد كاميرا معي بقول لهم معي تليفون صورته حلوة منصور فيه طيب شو التبس اللي تعطيهم للمشاهدين طبعنا اليوم شو أهم الشي بالتصوير لما بده ياخدوا صورة من التليفون أو من كاميرا شو ينتبهوا؟ أهم الشي بالصورة هي الكمبوزيشن طبعه نكون نحن لما نكون عم نصور صورة يكون فيها بالنس يعني يعني عطول فيه رولز بالفوتوغرافي وهولي بحاول فصر لهم عنهم لهولي يقول لهم كيف يصوروا حتى يعني الترينيز اللي بيكونوا عم بيشتغلوا معي بلش فصر لهم إنه عشو يركزوا يعني نحن فوتوغرافي إنه أوكي مش حايلة حدا لقت كاميرا وعرف بالتكنيك تبعها عرف كيف يصور لأ بده يعرف أوقات مثلا لعطيك إجزامبل مثلا بيفوت خية للعروس معه ابنه نحن بنعرف إنه العروس بتحبه كتير لهي الصبي لأنه هيدا ابن خية بردفو بدا تكون مغرومي فيه مغرومي فيه دي غري هون نعرف المومنت اللي بدا تصير أو إنه لما تكون العروس فيتا على الكنيسة منركز كتير على رياكسيون العريس هو اللي الواحد بيصير يكسبه مع الخبرة واللي بحيول إنه ساعة اللي بدي أعطي تبس لحدا فسر له عهو الأخبار يعني حتى إذا واحد يتصور لحاله عالتليفون لازم يأكيد مثل ما فسرت ليها لا الضوء ضوء مثلا كتير مهم صوتك صورة برده ضوء لازم كتير مهم الكونسابت حتى لهذا الشي صح صح مارون يعني عنجاد علمتنا قصص كتير حلوة وفسرت لنا شو عم نعيش هلأ بحقيقة أكتر من الصور اللي عم تاخدون بدي أتشكرك وإن شاء الله بابا تصور قصص بشعة وإن شاء الله كل الأعراس اللي تصورون يكونوا فرح بس وما يكون في مومنت متل أربع قاب مارسي كتير كتير لوجودك معنا مارسي كتير لوجودك معنا وإن شاء الله بالنجاح أكتر وأكتر مشاهدينا خلوكم معنا بفكرة تانية هي على الحب والعطاء نفهم أكتر بعد شوي بريك